تكتل سياسي جديد يجمع 26 حزباً تحت اسم مجموعة الوفاء والاستقرار من جملة 56 حزباً معتمداً في الجزائر أعلنوا دعمهم لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة حيث أكد عمر غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر وهو وزير النقل في الحكومة الشروع رفقة التشكيلات السياسية في جمع توقعات الترشح لعبدالعزيز بوتفليقة بداية من اليوم مجموعة 26 طاوت صفحة الترشح مبتداء من اليوم سنذهب للميدان إلى جمع التوقعات لفخامة الرئيس عبدالعز بوتفليقة ولا يقل الجدل بشأن الشروع في جمع التوقعات حتى قبل أن يقدم بوتفليقة على سحب استمارة المشاركة عن الجدل الدائر في المشهد الانتخابي عقب قرار السلطات رفض تمكين دعاة المقاطعة من منابر لتنشيط حملة مضادة للاستحقاق الرئاسي المقبل وهو ما أطار استياء الأحزاب المقاطعة ورأت في القرار نوعا من التديق في التعبير عن آرائها وهذا الموقف كان متوقعا من وزارة الداخلية ولكنه لن يثنينا عن عملنا السياسي لأن التعبير عن الرأي ليس فقط في القاعات التي ترخصها وزارة الداخلية نحن باستطاعتنا أن نعبر عن آرائنا في عالم مفتوح الآن يعني من خلال وسهل الإعلام من خلال الاتصال عن طريق الوسائط الاجتماعية في شبكات الأنترنت عن طريق العمل الجواري في الأثناء تتسارع وطيرة التصريحات والتصريحات المضادة والناري أحيانا والتي يعزوها المراقبون إلى الضبابية التي تلف قضية الولاية الرابعة لبوتفليقة وموقف المؤسسة الأمنية منها هناك غموض أو أن النظام يتعمد خلق الغموض وبوتفليقة كذلك عود المجتمع الجزائري والطبقة السياسية أنه تعود هذا الغموض وهو دائما يكون آخر المعلنين عن ترشحه لانتخابات الرئاسية يشار إلى أن أزياد من ثمانين مرشحا محتملا لرئاسية المقبلة سحبوا استمرات الاكتتاب الفردية من بينهم ثمانية عشر رئيس حزب سياسي ويلزمهم قانون الانتخابات بجمع ستين ألف توقيع أو ستمائة توقيع من المنتخبين في المجالس المحلية أو نيابية بين خيار الداعمين لترشح بوتفليقة والمقاطعين للاستحقاق الرئاسي المقبل يبقى المشهد الانتخابي الجزائري يتسم برأي مراقبين بمزيد من الضبابية والجدل الذين لم يسبق لهم متيل في تاريخ الانتخابات الرئاسية الجزائرية محمد جرادة الحرة الجزائر